اتنين ديسمبر القالة حيلعب مع طلاق الجيش ان شاء الله النهاردة صباحة الاثنين على ملعب مختار التيتش استقنى في الفريق تدريباته زي ما حضراتكم شايفين ميستر كولر عمل محاضرة للعيبة حراس المرمى ايضا الاربعة ادربه مع ميشيل يانكون مدرب الحراس عمار حمد العائد من جراحة الرباط الصليبي مصاب بقاله فترة وفي التأهيل بدأ يدخل كورة وشارك في التدريبات وخاط جزء من التأسيمة بتاعت النهاردة الدكتور احمد ابعاب للطبيب الفريق قال ان مشاركة عمار في التأسيمة النهاردة خطوة مهمة نحو زيادة نسبة مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية والجهاز الفني قرر منح اللعيبة راحة سلبية لمدة 24 ساعة على ان يستقنف الفريق تدريباته صباح الاربع ان شاء الله يعني بكرة التلات اجازة ويتمرنوا الاربع وبيستعد الفريق لمباراة طلاع الجيش اللي هتكون مساء الجمعة ان شاء الله على ملعب الاهلوي السلام في الدور الممتاز بعد التأهل لدور قبل النهائي لكاس مصر على حساب المقولين بركلات الترجيح مبارح يا باشمانتس بص طبعا عودة كابتن عمار يعني خبر طيب لعيب انا في رأيي مهم جدا لو قدر يرجع على مستوى اللي اصيب خلاله يعني اماء ان وصل لقيمة مستوى اصيب اي فانا تمنى رجوعه اي اضافة للفريق وخصوصا بلاعب بنوعية عمار هي اضافة مهمة لانه اولا جوكره يتحرك في كل مكان ويعتمد عليه نمرة اتنين بقى اما وانك يعني اشارت الى ان مباراة طلع جيشي مجمعة فانت يعني طالع من فريتين اداءهم متشابه مع اختلاف درجة الجاهزية يعني طلع جيش بيوضح انه جاهز اوي اي لكن هو دايما فريق متعب ليس فريق يعني سهل وكويس اوي اللي حصل انبارح هو ما كانش بهذا السوق لكن ما كانش بهذه الجودة الذي يريدوها عشاخ الاهل والذين يطمحون ويتفقلون من بداية الاهل مع جهاز الفني كويس ان دا حصل علشان نقدر نستوعب ماذا نفعل في هذه المباراة الهمة اللي هي في الدورة بقى